اشتركوا في القناة في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المصاري الاممي الجاري واساسا جيدا من اجل حال متوافق عليه بين جميع الاطراف وجاء في بيان المشترك تم اعتمده عقب محادثات اجراها امس بنيويورك وزير الشؤون الخارجية والتعاوني الافريقية والمغاربة المقيمة بالخارج السيد ناصر بوريطا مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارسا لوكي راسموهسن على هامشي الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة عن مخاطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المصاري الاممي الجاري واساسا جيد من اجل حال متوافق عليها بين جميع الاطراف الدنمارك اكدت ايضا على اهمية الشراكة الثنائية مع المغرب باعتباره خطبا للاستقرار ومحركا للنمو والتنمية بالمنطقة وافريقيا عموما مسجلة اهتمامها بالمبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل الى المحيط الاطلسية معبرة عن التزامها بمواصلة النقاش حول هذه المبادرة المتعلقة بافريقيا هذا وجددت بابواغينيا الجديدة امس تأكيد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه ولمخاطط الحكم الذاتية الذي قدمته المملكة من اجل الطي النهائي لهذا النزاع الاقليمية وعلى هامشية دورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة اجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لفريقي والمغارب المقيمة بالخارج ناسير بوريطا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بابواغينيا الجديدة جاستين كاشكينكو شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية الممتازة والتأكيد على اهمية مواصلة الارتقاء بها وضمن سياق متصل اجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لفريقي والمغارب المقيمة بالخارج ناسير بوريطا بنيويورك مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالية عبدالله على ميشي الدورة التسعة والسبعي للجمعية العامة للأمم المتحدة ونوه الوزيران بالعمقية التاريخية لعلاقات الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين سفي عثمان والتفاصيل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا تبحث بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي عبدالله ديوب على هامش الدورة التسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الوزيران نوها بالعمق التاريخي لعلاقات الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين وبحثا خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون المغربي المالي بما يرقى إلى تطلعات الشعبين الشقيقين وقائدي بلديهما بهذه المناسبة أشهد بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز العلاقات بين المغربي ومالي وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد التزام بلادي بتفعيل المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي هذا اللقاء يندرج في إطار المباحثات الدورية بين الجانبين وشكل مناسبة لتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسجل الوزيران بارتياح تقارب وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة وشدد على أهمية تعزيز التنسيق في مختلف الهيئات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف وفي سياق متصل أمام مجلس الأمن يتابع للأمم المتحدة دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أمسن بنيويورك إلى ملأمة ميثاق الأمم المتحدة مع الوقائع الجديدة في العالم وفي مداخلة خلال مناقجة عامة عقدت حول موضوع تسخير القيادة من أجل السلام متحدون في احترام ميثاق الأمم المتحدة سعيا لمستقبل آمن أشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي حقق العديد من المكتسبات على أساس احترام هذا الميثاق مسجلا في الوقت نفسه أن هذه الانجازات تظل مهددة بفعل تحديات شديدة ناشئة ومتعددة الأبعاد تنذر بتقويد السلم والأمن الدوليين هذا وكان قد أجرى السيد ناصر بوريتا على هامشية دورة التسعة والسبعين للجمعية العام للأمم المتحدة مباحثات مع نظيره من جمهورية تانسانيا المتحدة ونظيره البرتغالية وأجرى أيضا مباحثات مع نظيره من سانتا لوسيا ومن غاميا وكان قد تباحث أيضا أمس مع رئيس الوزرائي الهولندي وكذا مع نظيره من جمهورية البنين ونظيره الموريطانية كذلك إلى الرباط جرى الإطلاق والرسمي للإستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 التي تروم بثة دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتجي الداخلي الخام سنة 2030 فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرخمنة سكينا مسوية في المتبع بمدينة الرباط تم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 وهي استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ورقمنة الخدمات العمومية استراتيجية طموحة واحد من أهداف الكبار ديالها هي رقمنة الخدمات العمومية من أجل تجويدها أجل نقربها المواطني نقلص آجال معالجة وخدمة المواطن الهدف ثاني الكبير هو أننا نضيدوا النمي والاقتصاد الرقمي لبلادنا باش نخلقوا 240 ألف فرصة تشغل مباشرة وقارج الشباب ديالنا في مختلف جهات المملكة مختلف القطاعات أيضا تكوين الشباب المغربي في مختلف جهات المملكة في مجال الرقمنا حفل إطلاق هذه الاستراتيجية عرف حضور على الخصوص مستشار جلالة الملكة السيداندريا زولاي كما عرف الحفل التوقيع على عدد من اتفاقيات الشركة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاعين العام والخاص الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 واضحة وشاملة ويقع على عاتقنا مسؤولية إنجاح تطبيقها والهدف الرئيسي يتمثل في تحفيز الشركات الناشئة على تعزيز ولوجها للأسواق العالمية من خلال التركيز الاستراتيجي على التصدير الرقمي هي استراتيجية تهدف بالأساس إلى المساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030 فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنا ومن الرباط إلى طاطا حيث جرى نقل وإسعاف سيدة حامل وأخرى تعاني من مرض مزمن عبر مروحية تابعة للدرك الملكي من الجماعة الترابية تاقموت إلى المستجفى الإقليمي بطاطا نتابع ورقة عبداللطيف بن طالب من الجماعة الترابية تاقموت نقلت وأسعفت سيدة حامل وأخرى تعاني من برض مزمن بواسطة مروحية تابعة للدرك الملكي من أجل إيصالها إلى المستجفى الإقليمي بمدينة طاطا وبالضبط إلى مصلحة الأم والطفل حيث أكد المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية أن الحالة الصحية للسيدتين مستقرة بعدما تلقينا خبر مفاده أن امرأتين في حالة حرجة الأولى حامل والثانية تعاني من مرض مزمن والثاني تقطنان بمركز تاقموت الذي يبعد عن المستجفى الإقليمي بـ 45 كم بما أن الأشغال ما زالت مستمرة بالمقطع الطرق الذي يربط هذا المركز بمدينة طاطا فقد تم الاستعانة بمروحية الضرق الملكي لنقل هاتين السيدتين المستجفى الإقليمي بطاطا حيث يتلقينا الرعاية اللازمة من طرف الأطقم الطبية والتمريضية عملية نقل وإسعاف السيدتين تندرج في إطار الجهود التي يبذلها مختلف المتدخلين لتقديم اللعون للساكنة المحلية المتضررة من التسقطات الرعدية القوية التي شهدها إقليم طاطا مؤخرا وطنيا دائما ننعقد بجماعة أمتضي إقليم قلميم اجتماع خصص لاستعراض برنامج التدابير المتخذة لمعالجة آثار الفيضانات التي عرفتها الجماعة صفية عثمان بجماعة أمتضي إقليم قلميم انعقد اجتماع خصص لاستعراض برنامج التدابير المتخذة لمعالجة آثار الفيضانات التي عرفتها الجماعة مؤخرا هذا البرنامج يتضمن مختلف المشاريع الآنية والمستعجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات بالمنطقة والتي تشمل عدة قطاعات وفي كلمة بالمناسبة أكد والي جهة قلميم وادنون أن الهدف من هذا الاجتماع هو التواصل مع ساكنة المنطقة والاستماع لمتطلباتهم واقتراحاتهم قدمنا عرض أمام أنظر الساكنة ساكنة جماعة أمتضي بحضور السيد والي جهة قلميم وادنون والسيد رئيسة مجلس جهة قلميم وادنون والسيد رئيس مجلس الإقليمي قدمت جهة قلميم وادنون محفظة المشاريع المزمع إنجازها بطراب الجماعة والتي تبلغ 168 مليون ديال الدرهم بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها لجل المختلطات تم جرد مجموعة من الخسائر التي تعرفها في القطاع الفلاحي في هذا الإطار تم مارس برنامج سيجالي بمبلغ مبالية فوق 7 مليون ديال الدرهم من أجل إصلاح هذه الأضرار التي عرفتها الجماعة إطراء هذه الفيضانات الأخيرة وخلال هذا الاجتماع قدم عدد من رؤساء المصالح الخارجية عروضا تمحورت حول برامج التدخلات والمشاريع الآنية والمستعجلة المزمع إنجازها بجماعة أمطضي أول اجتماع كبير لطريس الفيضانات بالنسبة للجماعة الأمطضي بالحضر جميع رؤساء المصالح ورؤساء المصالح ورئيسات الجهة ورئيس المجلس الإقليمي باعتبار بأن سينتنظر عدة المشاريع إن شاء الله بالنسبة للطرقات هذا وتهم المشاريع الآنية والمستعجلة بالخصوص بناء سد تازونت والتزويد بالماء الصالح للشرب للمركز والدواور التابعة للجماعة وتعزيز دعائم حماية الأراضي الفلاحية بضفاف الوديان إلى المدينة الحمراء مراكوش يناقش مؤتمر دولي انطلقت أشغاله الحلول المبتكرة في مجال المياه والري الذكية بمشاركة ثلة من الخبراء والباحثين والمهنيين وممثلي المجتمع المدني الحلول المبتكرة في مجال المياه والري الذكي محور مؤتمر دولي نظم بمراكوش بمشاركة ثل من الخبراء والباحثين والمهنيين وممثلي المجتمع المدني التظاهرة المنظمة على مدى ثلاثة أيام تعد منصة لمناقشة التحديات الكبرى التي يواجهها قطع الماء ولسي مندرة الموارد وتغير المناخ والتلوث نفتتح هذا المؤتمر الدولي الذي نسعى من خلاله إلى المساهمة في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع المياه كما يشكل منصة لاستكشاف حلول عملية سيكون لها تأثير مباشر على إدارة الموارد المائية المؤتمر يشكل فرصة للمشاركين لمناقشة مقاربات ذكية ومستدامة لمواجهة تحديات قطاع الماء مع التركيز بشكل خاص على التقنيات المتقدمة في الري ومعارجة مياه الصرف الصحي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهدف من التظاهرة هو جمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات حول أحدث الابتكارات في قطاع المياه لسيما في مجال الري الدقيق الحدث يعد كذلك منصة مهمة لطلبة الدكتوراه إذ يتيح لهم فرصة عرض أبحاثهم وتوسع نتاق التبادل بين الأكاديميين والمهنيين وصناع القرار نفتح ورقة الأنبائية الدولية أجبرت العاصفة الاستوائية هيلين على إلغاء الرحلة الجوية من مطار كانقنون في المكسيك بينما تتجه العاصفة هيلين شمالا نحو فلوريدا وقال المركز الوطني للعاصير العاصفة هيلين تحولت رسميا إلى إعصار حملة برياح بلغت سرعتها القصوى ثمانين ميلا في الساعة أثناء تحركها في شرق خليج المكسيكا قبالة ساحل شبه جزيرة يوكاتانا هذا وحذر مسؤول الأرصد الجوية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية والأمواج العالية في كينتانا في كينتانارو ويوكاتانا دوليا دائما بدأ الألاف والاف السكان خلاء منازلهم على سواحل ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة استعدادا لوصول الإعصار هيلين وقال المركز الوطني الأمريكي للعاصير أن العاصفة الاسجوائية هيلين اشتدت قوتها وتحولت إلى إعصار أمس مع اتجاهها نحو جنوب شرق الولايات المتحدة وبحسب السلوضات المحلية في ولاية فلوريدا فهن الإعصار يمكن أن يضرب فلوريدا مساء اليوم كإعصار من الفئة الثالثة أو حتى الرابعة على مقياس سافير الذي يضم خمس فئات هذا وتم يعلن حالتي الطوارئ في مقاطعة فلوريدا البلغ عددها سبعة وستين وقد أصدرت عشرات المقاطعات منها أوامر إخلاء جزئية إلزامية فيما طالبت إثنتان بإجلاء جميع السكان دائما ضمن الشاني الدولي يعلن رئيس بلدية كيتو حالة الطوارئ في العاصمة الإكوادورية أمس مع استمرار حرائق يلغبات في تدمير أجزاء من المدينة وقال مونونزا إن القرار تم اتخاذه بالتعاون مع لجنة الطوارئ في كيتو بعد تقييم الأضرار الناجمة عن حريق ضخم في منطقة جوابولو وشرقية المدينة هذا وتجري جهود والاستجابة لحالة الطوارئ بينما تعمل وسلطات الاحتواء الحرائق المتبقية وفي الوقت سابق أعلن وزير الطاقة في الإكوادور عن انطقاء انقطاع الطيار الكهربائية لمدة 12 ساعة في جميع أنحاء البلاد وقال إن موسم الجفاف في البلاد بدأ قبل شهرين من موعدها في الورقة الرياضية يخوض أسود الأطلس ثم نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2024 ضد منتخب إيران اليوم في بخارة برغبة شامحة في اشتياسي هذه المرحلة من المسابقة وبلوغي الدور ربعي النهائي على غرار نسخة 2021 في ليتوانيا متابعوا ورقات عبداللاطيف من ضالب أسود الأطلس يخوضون ثم نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2024 ضد منتخب إيران في مدينة بخارة اللاعبون تحذوهم رغبة في اجتياز هذه المرحلة وبلوغي الدور المقبل على غرار نسخة 2021 في ليتوانيا في الفتصال كله يلعب لا يمكنك تغيير تشكيله نفس اللاعبين هم اللي تلعبوا للأسف عدنا جوج غيابات نتمنى الله خير من اللاعبين اللي كانين إن شاء الله هم قادرين باش يحققوا نتيجة إيجابية بالنسبة للمدرب الوطني ما يشغله كثيرا هو تأثير الغيابات بسبب الإصابات خصوصا ما يتعلق بالتركيز الذهني إذ تقلصت القائمة الرسمية للمنتخب الوطني لكن بقية العناصر أبانت عن عزيمة قوية لتخطي هذا الدور إيران معروفة في الفتصال أحسن الفرق اللي كانين في العالم أيضا ما سعب الحق الدراري سطاف تفهمنا في الاستراتيج اللي عنا إيران معروف أحسن الفرق اللي كانين في العالم طب خمسة وتبارك الله عنهم ملعب كي يلاعبوه وتقول لي ما تقاسح قاسح بزاف وحنا عارفنا وستنديروا باش نربحوا إن شاء الله بلغ المنتخب الوطني دور ثمن النهائي منذ الجولة الثانية حيث احتل المركز الثاني في مجموعته الخامسة بعد هزيمة أمام البرتغال بطل العالم كل التوفيق لعناصرنا الوطنية مشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة نشكر لكم حسن وطيب المتابعة إلى اللقاء